خلينا كمان نروح للتصريحات الخاصة هنا بيعني كابتن سامي أمصان لأنه برضو كان ليه أكثر من تصريح مهم جدا يا كريم كابتن سامي برضو يعني من الشخصيات الأهلوية التئيلة واللي لها ثقاليها ولها رونقها وقد إيه برضو إدى كتير لهذا الكيان خلينا نروح نتابع قال إيه ونرجع نكام فرقة بتلعب بشكل مخالف عن اللي كان بتلعب بيه قبل كده كان عندهم قبل كده طبعا تحفظ دفاعي النهاردة بيحاول اللي هو أي ابني من تحت ويعمل هجمات مرتدة طبعا مدرب مميز يعني لكن أعتقد الحمد لله أننا كان عندنا أفضلية وأعتقد النتيجة عادية لله الحمد لله أن الشوت الأولين كان عندنا أفضلية في كل الشوت الأول فرص واستحواز ممكن كرة رحيدة اللي جات علينا لكن أعتقد الحمد لله رجعنا تاني الشوت التاني والراجل أضاف الحمد لله بتغييراته دينا كسافة هجومية وكان عندنا تصميم وعندنا ثقة أن نسجل هذا فأعتقد الحمد لله تسجل يمكن يتأخر شوية لكن الحمد لله طبعا على الفوز دوات وعلى النتيجة ديها وعلى الثلاث من الخاطرين الحمد لله بالطبع اتكلمت وفي إيه مع العيبة بين الشوتين خاصة أنه كان فيه فرص كتيرة جدا ضعته شوت الأوليني وأول هجم إذا ما حالك قلت جات علينا فشوت الأوليني جات بجنعة أعطوه يعني هو ده اللي الراجل تكلم فيه تكلم فيه اللي احنا مهم جدا خصوصا من مبارات الازدادية نحن بسجل الهدف لازم نفكر في الهدف التالي يعني أو على الأقل ما نبقاش فيه لقطات يعني أوقات فيها بيبقى فيها سراحان أو بيبقى فيها كاسة معين أو بيبقى عندي خصيقة للكرة معاك على طول فبتبقى ما بتديش مثلا حتة اللي انت ممكن تغلط في أي وقت أو أي توقيت في المباراة يعني لكن أعتقد الحمد لله ده درس بديستغلوا والعيبة بتستفيلوا ودي الخبرات اللي 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 بتاخدها يعني لكن الحمد لله اللي احنا رجعنا تاني ده الأهم من نسبناه التغيرات الحمد لله أعتقد هجومية ديتنا أفضلية ديتنا كسافة في الثمانتاشر ودرنا الحمد لله نحن نسجل هذا بتاني كابتن سامي بالطبع اختيار التغيرات والتشكيل الأساسي هو حق أصيل الجهاز الفني ولكن فلسفاتكو في اختيار التشكيل انا شافوا انتوكو كل مباراة بتضعوا عناصر جديدة وتقريبا كل الفريق بشكل عام لعب مباراة كتيرة وحابين تشوفوا كل الفريق بيلعب في مواتشات كمان مهمة مش بس مواتشات سهلة مفيش مواتشات كمان دواتي ممكن دي من الحاجات برضو اللي احنا استفادنا بيها من السهل اللي فات السهل اللي فاتت انت لعب تكمت مواتشات كبيرة جدا كسافت مواتشات كبيرة جدا كان عندنا اصابات كتيرة لفتر السنة اللي فاتت اثرت علينا واثرت عليها في الدوري السنة دي نفس القصة انت بتلعب بنفس عدد المواتشات بتاع السهل اللي فات النهاردة الحمد لله انت بتوصل الكاس العالم مشارك في الدوية شارعون كاس عندنا اتنين كاس عندنا كاس رابطة فعدد المواتشات هو مماثل يمكن اكتر كمان من السهل اللي فات في مصر أو اللعبة المحترفين عندنا كلهم بيلعبوا في المنتخباتهم فبيحاول الراجل طبعاً اللي بيدي برضو بيعمل منافسة بين اللعيبة بيحاول برضو إنت إحنا بنعم كل ثلاثة يام ماتش يعني فسابات التشكيل في أوقات كتيرة ممكن تبقى عرضة للإصابات فالراجل بيحاول يعمل كده يحاول يعمل منافسة بين اللعيبة حاول يعمل روتيشان فأعتقد يعني هو راجل عنده خبرات كبيرة يعني وإن شاء الله إن شاء الله ربنا وفاول طبعاً يعني في الاختيار الأمس اللي كل ماتش والفترة الجاية إن شاء الله جمهور الأهلي اللي في البيوت طبعاً كلنا عارفين شعور لكن كمان الجمهور اللي كان في الملعب ما بطاش ترجمة من قبل المرابعة التشكيل كان زيادة كمان أول ما داخل فينا الجون ولغاية بعد الديئة السعيد تقولي للجمهور وكان شعور كوي والجمهور كان مؤمن بشكل تام من غير شك إن النادي الأهلي إن شاء الله يحقق ألفه ده جمهور أهلي مختلفة عن كل الجماهين عشان كده يعني جمهور نادي الأهلي دايماً في ظاهر في ناديه الحد أخر لحظة لكن أنت كنت حاضر النهاردة المباراة وكل الناس اللي موجودين عندها ثقة اللي نادي الأهلي هيكسب نادي الأهلي هيجيبون حتى لو نقص عشر سوين وده الحمد لله الإحساس اللي بيوصل للعيبة ويوصل لنا إحنا كجاز يعني إن الجمهور ده ما نفعلش يرجع بأزعلان الجمهور ده استحمل أخفاقين في الدوري العام أعتقد مش هستحمل تاني لازم نحاول نقاتل عشان نقدر نسعيدهم ونقدر دايماً نخلي جمهورنا دائماً لقم واحدة زي ما هو بعد ربنا دايماً دعم للفرقات فبشكوره طبعاً على الجهد ده وشكوره طبعاً أن أنت بييجي مسافة كبيرة جداً ودعم فرقته فكل الشكر ليه وبقوله طبعاً مبروك طبعاً إن شاء الله مزيد من البطولات ومزيد إن شاء الله من نجاحات بإذن الله أخيراً هو فيش مباراة سهلة في الدوري السنان لكن داخلنا على مبارات صعبة قوي سموحها سيراميكا بيرامد الفترة الجهة تتعاملوا في هذه خاصة المبارات ده كلها يعني نتكلم في تقريباً في عشر قيام زي ما متأخذها فكل زي ما راجع دائماً بيتكلم كل مبارات لوحدها عندنا مبارات مهمة فرقة سموحة فرقة مويزة كابتار من المدربين الكبار الموجودين في الدوري عنده خبرات كبيرة نستعدلها إن شاء الله يعني إن شاء الله يبقى عندنا إن شاء الله أفضلية فيها أكتر ونقدر إن شاء الله نحسنها بدري بإذن الله أنا عاجبني كم جملة الأخيرة اللي كابتار سامي قالها فكرة هنا إن الجمهور ده استحمل كتير قوي صحيح طبعاً والجمهور ده استحملنا كتير قوي